على أشدها تحتدم المعارك في طرابلس فمنذ الفجر اشتعلت محاور طريق المطار وعنزارة ومعسكر اليرموك بين كتائب الجيش الوطني التي تريد الدخول إلى العاصمة طرابلس والتشكيلات المسلحة التي تحالفت مع بعضها مؤخرا لصد تقدم الجيش في محيط النقلية بطريق المطار أظهرت فيديوهات سيطرة الجيش على النقلية قبل انسحابه بأوامر عسكرية رأت ألا تتمركز فيه حرصا ربما على سلامة الجنود وقراءة لمشهد عسكري واتباع لتكتيكات معينة في معسكر اليرموك تقول الأنباء أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجانبين وسط سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين كذلك أما عن محور عنزارة فقد شهد هو الآخر اشتباكات عنيفة دارت رحاها بين الطرفين في يوم عصيب لم تتوقف فيه هدير المدافع ولم يتوقف فيه أزيز الرصاص وسط استمرار الجيش في استعمال سلاح الكورنيت الذي شكل للطرف الآخر هاجسا كبيرا قبل اشتعال هذه المحاور أكدت أنباء قريبة من غرفة عمليات طرابلس لمتين وطومنتاش عن نية الجيش الدخول إلى منطقة القربولي وقطع الإمداد عن القوات التي تقاتله لكن الصورة إلى الآن لم تتضح جلية واضحة لكن المؤكد أن العشرين من رمضان كان يوما حاميا ساخنا على الطرفين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر